رأيك إيه في هذه القائمة؟ يعني أنا شايف أنها قائمة منطقية جداً لا يوجد فيها أي مفاجآت بالنسبة لأنها لم يكن فيه مفاجآت لجمهور الأعلى في شكل كبير خاصة أن أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بس يعني لو كنا فكرنا في القائمة نفسها أحمد عبدالقادر وصلاح محسن كانت مفضلة بينهم وبين أكثر من العيب بس هم في الآخر كلر حصل من نسبة كبيرة جداً طبعاً أنهم الاتنين برق قائمة في كاس العالم الاندي منطقياً أنا بالنسبة لي القائمة منطقية جداً لأننا أحمد عبدالقادر مش موجود مع الآلي في الفترات الأخيرة ممكن أسأل سؤال؟ فضل ليه؟ يعني هل وجهة نظر فنية أم يعني فيه أمر آخر إحنا نجهلهه؟ لا يا وجهة نظر فنية أكيد طبعاً القائمة دي اختيارها فنية بالأساس فأنا بأختار دي قولر أنا بأتكلم مع أسل لو أنا مدير فني بأختار لا يفيدني فنياً أحمد عبدالقادر بعيد فنياً عن الآلي في المطقية الأخيرة طيب أنا لو أنا برضو معلش لو بتحدث بلسان الجمهور هقول لك والله يعني ومشمعنا أحمد عبدالقادر ما هو مؤخراً فنياً كل الفريق مش هو مش بيقدم يعني المردود المرتجى منه طبيعي طبعاً بس أنا أنا شايف يعني أحمد عبدالقادر ما قدمش مردوده حتى في آخر مطش في مباراة للأهلي كان نزل بديل وكان سيء جداً أحمد عبدالقادر بعيدنا عن حسابات كل الفنية بقاله فترة مش منش مرشات اللي فاتت ده بقاله فترة بعيدنا عن حسابات الفنية بقاله فترة عصلاً بيفكر في الرحيل بقاله فترة بيفكر بره الملعب ومش مركز في الملعب بشكل كبير فإنه استبعاده ده منطقي من أحد الأخبار الحصرية اللي كانت عندنا النهاردة إن عبدالقادر يعني أبدى رغبته أنه في حال يعني تم تأكيد استبعاده يعني من القائمة إنه عنده عرض للإحتراف أحد الأدية الخارجية عنده عرض وعنده عرض محلية أكيد طبعاً أحمد عبدالقادر ممكن يروح سموها يرجع تاني سموها كعارة ممكن يروح أي نادي محلي موجود في الدور المحلي ولكن أحمد عبدالقادر لو تم استبعاده بنسبة كبيرة أحمد عبدالقادر هيقدم أكيد هيقدم طلب للرحيل إنه عايز يمشي والأزمة دي أعتقد إن هي في طريقها للتحقيق إن أحمد عبدالقادر يطالب رسمياً برحيله في حال استبعاده من قائمة كاس العام الآن دي طبيعة ومنطقة كما أنا تم استبعادي من قائمة بطولة برزيادية يعني أنتم مش عايزيني في الفرقة فأسيبوني أرحل يعني طيب قبل كده كان طلب برضو نفس الكلام بعض باب تم استبعاده كتر من مرة فكان طلب برضو إنه يرحل والموضوع تم تأجيره طيب